أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج تيك بلص حلقة هذا الأسبوع في مواضيع جداً مهمة يمكن أبرزها مصر تستثمر أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي وسامسونج قد تعلن قريباً عن جهاز الجالكسي اس خمسة وعشرين وكاسيو تعلن عن خاتم ذكي ودبي تعلن عن أول محطة للتكسي الطائر كل هذا وأكثر معي أنا عبدالله السبع تسلا تكشف عن الجيل الرابع من شواحنها التي ستكون موجودة وتفيدها المستخدمين وشكلها يشبه سيارة السايبر تراك طبعاً سرعة الشاحن فيه تصل إلى 500 كيلو واط وهي سرعة جداً عالية طبعاً الاصدار الجديد من هذا الشاحن سيكون فيه شاشة لمس تقدر تتحكم فيها وتقدر تستفيد منها بشغلات مختلفة وتقدر تدفع شغلات مختلفة من خلال هذا الشاحن لكن لازم تعرف معلومة بسيطة الاصدار الجديد هذا فقط للشواحن العامة اللي موجودة في الأماكن العامة وتحتاجها تجهيزات مختلفة يعني ما تقدر تركب عندك في البيت لأنه في فرق بين الشواحن اللي موجودة عندك في البيت اللي تعتبر شاحن سريعة وبين السوبر تارج اللي تكون محطات شحن لسيارات الكهربائية وممكن نشوفها في السنة القادمة موجود وهذا رح يسرع من عملية شحن السيارات الكهربائية طيب في سؤال بسيط أو معلومة ودي أقولها لكم أنه ترى في فرق ما بين السيارات الذكية والسيارات الكهربائية ممكن سيارة كهربائية ذكية وممكن سيارة ذكية هي سيارة كهربائية ترى هذه تكون سيارة ذكية وتعطيك مميزات رهيبة وتكون سيارة تعمل على محرك الاحتراق الداخل اللي هو البنزين أو الديزل وغيرها نفس سيارات نيسان ترى فيها مميزات ذكية نفس سيارات هوندا وucci سيارات عادية لا تحتاج أن تكون سيارة كهربائية وسيارات تدعم الاحتراق الداخلي تقريباً هذه أبرز المعلومات التي كنا أحب أن أعطيك مياه في هذا الخبر البث المباشر للأحداث الرياضية يشكل تحدي كبير لنفتليكس وللأسف حتى الآن ما نجحت فيه آخر بث مباشر سووك كان للمباراة ملاعكمة صار فيها مشكلة لدرجة أنها توقف البث المباشر عند نفتليكس أكثر من أربع ساعات أو خمس ساعات وهي مدة جداً طويلة فتخيل أنه مثلاً نفتليكس تأخذ حقوق بث كأس العالم اللي رح يكون في ستة وعشرين ويسير عندها هذه المشاكل لذلك لا زال موضوع البث المباشر يحتاج إلى تقنيات البث الفضائي ولزالت فيها مشكلة جداً كبيرة في تحديات كبيرة في موضوع البث المباشر وفي تحديات أكبر أن المستخدمين يستخدمونها لأن الجيل الجديد ترى ما هادي عنده ريسيفر في المنزل ويستخدمها إنما يعتمد على أن يشوف البث المباشر في الكمبيوتر أو الجوال أو حتى الأيباد هل بيكون في قدرة مستقبلية أو تحديث للتقنيات الموجودة على شأن يدعمون ميزة البث المباشر عن طريق التطبيقات والهواتف ذكية من خلال تطبيقات مثل نفتليكس وأمازون وغيرها أتمنى ذلك لأن المستقبل متجه إلى هذا النحو إذا أنت معجب بساعات كاسيو خلنا أعطيك خبر أن أعلنت عن خاتم يشبه ساعاتها التي نحن متعودين عليها والشكل التي نحن متعلقين فيه هو صراحة شكل غريب تخيلنا شكل الساعة التي أنت متعود عليه يكون على شكل خاتم في أصبعك طبعا هذا خاتم ذكي من شركة كاسيو وتوقعنا بداية منهم واستكشاف لهذا السوق الجميل أن سعره صراحة جدا مناسب نتكلم عن أقل من 130 دولار هو سعر منافس في سوق الخواتم الذكية الخاتم سيعطيك المميزات التي تحتاجها تثبع بعض المميزات الصحية والنوم والنشط الرياضية وغيرها من الشغلات لماذا نتكلم عن الخاتم؟ لأن شكله غريب جدا والغريب أكثر أن هناك ناس متحمسة إلى هذا الخاتم دبي تدشن أول محطة تكسي جوي في العالم طبعا هذا الخبر جدا مهم لأن المستقبل رايح إلى موضوع التكاسي الجوية طبعا التدشين كان من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي مع RTA في دبي الموضوع هذا يعطيك فكرة إلى وين إحنا متجهين في المستقبل أن التكاسي بدلا تكون تمشي على الأرض تطير وتنتقل من جهة إلى جهة خاصة مع ازدحامات الكبيرة التي قاعدت تصير حاليا في حياتنا تخيل أنت ناوي تطلع من البيت تروح من جهة إلى جهة ستحتاج أكثر من خمسين دقيقة عشان توصل إلى مشوارك لكن لو كان التكسي الجوي موجود هذا سيسرع من عملية وصولي إلى الجهة التي أنا رايح لها ويرفع من جودة الحياة دبي دائما تسعى إلى تبني مثل هذه التقنيات وتوقع أنه سيواجه صعوبات في البداية لكن من نفس الوقت راح يشجع من عملية المشي أو قضاء الوقت لأنه راح يكون في محطات منتشرة في مدينة دبي وانت تنتقل من جهة إلى جهة لكن بقية المشوار لازم تمشي حتى توصل الوجهة التي أنت ناوي توصل لها أبوه بشكل رسمي تستحوذ على أفضل تطبيق لتعديل الصور على أجهزة الماك والعباد وهو تطبيق بكسينوميتر التطبيق هذا منافس قوي لأدوبي فوتوشوب وغيرها من التطبيقات المهتمة في هذا المجال لكن التطبيق صراحة جدا رهيب طبعا التطبيق هذا مع التطور الذي صاير فيه واهتمام أبل فيهم من فترة طويلة خلاهم يحصلون على مميزات كثيرة تخيل أن أغلب مميزات الذكاء الاصطناعي التي كانت موجودة فيه كانت تشتغل بكفاءة عالية على أجهزة أبل وهذا شيء صراحة مميز استحواذ أبل على هذا التطبيق يعني أنه ممكن أن يتم دمج التطبيق داخل النظام وتصير تعدل الصور وتعدل الفيديوهات وتستفيد المميزات التي موجودة فيه بشكل مباشر خلال تطبيق الصور طيب هل أبل لها تاريخ في الاستحواذ على التطبيقات؟ نعم عندها كان في استحواذ على تطبيق سابق لتعديل الصور وكان المفترض يكون تطبيق ناجح لكن يوم أبل انتقلت إلى معالجات الأنتل للأسف عانى كثير وأبل استغلت عن هذا التطبيق لكن هناك تطبيق ثاني موجودة الآن ونستخدمها وهي تطبيق الشورت كت ترى قبل كان اسمه وورك فلو استحوذت عليها أبل وبعدها بدأ يكون موجود بشكل أساسي عندنا أنا أشوف أنه مستقبل تعديل الصور رح يكون من ألبوم الصور سواء على أجهزة الآيفون أو على أجهزة الأيباد أو حتى أجهزة الماك إذا شفت رمز QR كود في مول أو في الشارع أو في مطعم أو غيرها نصيحة لا تصوره لأنه قد يكون فخ رقم جديد تحت اسم كوتشن اللي صاير أنه للأسف أغلب المحتالين غيروا طرقهم وصاروا يغيرون رموز QR كود في بعض الأماكن السياحية حول العالم عشان يقدرون يوصلون إلى معلومات المستخدمين واختراق هواتفهم الذكية والوصول إلى معلوماتهم الشخصية لكن في معلومة لازم تعرفها بعض المطاعم والمقاهي وغيرها تعتمد على رموز QR كود حتى تسهل من تجربة المستخدم للطلب وغيرها من الشغلات لذلك إذا دخلت إلى مطعم قبل أن تقرأ QR كود اسألهم هل هذا الرمز رسمي لهم أو لا يعني في الأماكن العامة والمولات وغيرها إذا شفت مثلا صورة وحطين فيها QR كود ابعد أن تقرأ هذا الموضوع وابعد أن تصورها نهائيا حتى ما يتم اختراقك أنا مستغرب من مايكروسوفت عندها فلوس كثيرة وقعد تستثمر في الألعاب لكن ما أنا قاعد تقدر تنافس شركات مثل سوني و نتندو طبعا فلس بنسر تكلم عن هذا الموضوع وقال أنهم يحاولون ينافسون شركات مثل سوني أو غيرها في المستقبل وقعد يحاولون أنهم يطلقون تطبيق الخاص فيهم للألعاب على أجهزة الآيفون و الأندرويد في المستقبل وهو شيء صراحة أخرى وفيه يعني سوني عندها مكتبة ألعاب رهيبة وقعد تقدم إصدارات المستخدمين وقعد تقدم تجارب كبيرة لكن أنت يا إكسبوكس من وجهة نظري النجاح الوحيد الذي سويته خلال السنوات الماضية أنك نزلت المتجر حقك على النظارات الواقعة الاتراضي وفيه سؤال دائما في بالي ليه ماكروسوفت؟ عندها قوة عندها فلوس عندها كل شيء لكن لا تقدر تبدع في مجالات مختلفة يعني أعطيك مثال بسيط جدا تعتبر هي من الشركات الأولى التي ادخلت في مجال النظارات لكن حتى الآن هي موجودة في الساحة في مجال النظارات وشركات ثانية قاعد تنافسها تذكرون جهاز الآيبود الذي كان موجود في السابق من أبل ترى ماكروسوفت كان عندها جهاز وتحاولت نفس شركة أبل وفشلت فشل ذريع أعطيكم شيء أقوى ماكروسوفت كان عندها نظام اسمه ويندوز فون ويندوز فون كانت تحاولت نفس فيه أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيفون وطلعت في البداية معاهم لكن للأسف فشلت فشل ذريع في هذا المجال هل ماكروسوفت كل ما شرت شيء يخسر؟ أتمنى أنها تنجح في مجال الألعاب وأتمنى أن تقدم تجربة جميلة في الأكس بوكس لأنها صرفة فلوس كثيرة وعندها الألعاب حصرية جدا مميزة وأتمنى أنها تنجح في هذا السوق الاس 25 من شركة سامسونج قد يشكل قفزة كبيرة في عالم الهواتف الذكية المتوقع أن سامسونج تعلن عنه بعد معرض السي اس يعني نتكلم عن نهاية شهر يناير أو في نهاية شهر فبراير أو بداية شهر مارس وما هي التوقعات لهذا الجهاز؟ أول شيء سيكون هناك تحسينات فيه التصميم وتغييرات كبيرة فيه أيضا تحسين البطارية وأيضا مميزات جديدة في موضوع ذكاء الاصطناعي لأنه سامسونج قاعد تقدم مميزات رهيبة جدا في الذكاء الاصطناعي وقاعد تقدم مميزات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي ومن وجهة نظر المحررين عندنا في الحلقة وأيضا وجهة نظري أنه سامسونج قاعد تقدم أفضل تجربة لإستخدام مميزات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية حتى لو أنها ما دعمت اللغة العربية بشكل صحيح حتى الآن لكن ميزة ترجمة المؤتمرات المباشرة ترى شيء خرافي جدا من سامسونج وشيء قوي جدا من سامسونج بذلك من المتوقع أن نشوف في جهازهم الجديد مميزات ذكاء الاصطناعي جديدة تحسينات في التصميم وأيضا تخفيض حجم الجهاز لكن السعر سيكون زي سعر هواتفها السنة الماضية كانت فيه تقنيات في السابق تعلم الرجال الأليين كيف يسوون العمليات من خلال نماذج صعبة موجودة وهي نماذج سراتية الأبعاد وغيرها لكن هذه النماذج جدا مكلفة أنه كيف تساعد الرجال الأليين ويتعلمون لذلك طوروا تقنية جديدة أن الرجال الأليين توريهم فيديوهات كيف يسوون عمليات على أرض الواقع وبعدها ينفتون هذه العملية بشكل صحيح من خلال فقط المشاهدة هناك تحديات في المستقبل نعم هناك تحديات أنه لو الرجل الألي هو اللي يسوي العملية من البداية للنهاية قد يواجه صعوبات بسيطة مثلا إلى أي درجة يشق الجسم وإلى أي درجة يوقف ومتى يستخدم المشلط والشغلات هذه يحتاج دقة لأنه قد تواجه مشاكل بعد ما تفتح الجسم أنه يكون فيه اختلافات ما بين شيئا أنت تعلمت عليه وشيئا الموجود على الأرض الواقع طبعا في العالم العربي عندنا السعودية متميزة بشكل جدا كبير في الاعتماد على الرجال الأليين في العمليات واتكلمنا قبل كم حلقة عن مستشفى ملك فيصل اللي سوت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية وصارت من أوائل المستشفيات حول العالم اللي تسوي عمليات فريدة من نوعها بالاعتماد على الرجال الأليين الرجال الأليين سيكونوا موجودين في المستقبل لهم فوائد كبيرة في المجال الطبي يمكن أبرزها أنه تسريع استشفاء المرضى وأيضا إجراء عدد عمليات أكبر وإنقاذ حياة المرضى الذكاء الاصطناعي سيكون موجود في اليوم العالمي للغة العربية الذي سيكون يوم 18 ديسمبر القادم و سيكون بشعار الذكاء الاصطناعي حليفاً للابتكار والتراث طيب وش راح يشتفيدون من الذكاء الاصطناعي واللغة العربية راح يركزون في هذا اليوم على دعم اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي طبعا في جهات كثيرة تكلمت عن هذا الموضوع يمكن أبرزها المؤسسة الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية اللي راح تسوي فعالية تنطلق يوم 18 ديسمبر في باريس بتنظيم اليونسكو طبعا الأمير فيصل هو الأمين العام للمؤسسة أكد أن الدعم المؤسسة لإحتفاله هو جزء من التزامها بتعزيز دور اللغة العربية في عالم الثقافة والمعرفة طبعا لازم نعرف شيء إضافي أن اللغة العربية قاعد تدخل في مجالات كثيرة وقاعد تبرز قدراتها من خلال الذكاء الاصطناعي وفي شركات كثيرة حول العالم قاعد حاولنا تدعم اللغة العربية وضيفة إلى منتجاتها نتكلم عن أبل نتكلم عن جوجل اللي آلنت عن تحديثات خلال الأسابيع الماضية عن دعمها للغة العربية بشكل أفضل داخل خدماتها وخاصة خدمات الذكاء الاصطناعي لذلك نتمنى أن نوصل إلى مرحلة أفضل في خدمات الذكاء الاصطناعي ودعمها للغة العربية الذكاء الاصطناعي رح يسوي مهام بذلك عن طريق الكمبيوتر نتكلم عن شركة كبيرة رح تعلن عن هذا الموضوع وهي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي نتكلم عن شركة أوبن اي آي اللي رح تعلن عن خدمة أوبريتر اللي متوقع تكون متاحة عند المستخدمين في بداية السنة القادمة طبعاً أوبريتر رح يسوي شغلات مختلفة لنفترض أنه عندك مهام معينة تسويها من خلال الكمبيوتر مثلاً تعبية ملفات أو غيرها من الشغلات الذكاء الاصطناعي هو رح يسوي مثل هذه المهام ورح يختصر وقتك وهذا شيء واقعي رح يكون يعني على سبيل المثال أنا واحد من المهام اللي ما أحبها اللي هي التسجيل من خلال المواقع رح أخلي ذكاء الاصطناعي هو اللي يسجل بدالي هو اللي يعبي بياناتي هو اللي يسوي كل شيء عشان أرساح والمهم الثاني اللي أيضاً ما أحب أسويها الحجم من خلال شركات الطيران تخيل تقول الذكاء الاصطناعي يحجز لي تذكرتين أو ثلاثة أو أربعة لأسماء عيالي لهذه بياناتهم وتعطيه صور لجوازاتهم ويسوي مثل هذه المهمة لأنه الآن لو دخلت على أي شركة الطيران تبغى تحجز أي رحلة أو تذكرة أو غيرها رح تاخذ مؤقل من 45 دقيقة لكن تخيل أن الذكاء الاصطناعي من خلال أوبريتر أو أي خدمة ثانية كذا رح يسوي المهمة لكن رح يكون عليك أنك بعد ما يسوي المهمة أنك تتأكد أن يسوها بشكل صحيح ما سوها بشكل خاطئ جميناي يصل إلى أجهزة الآيفون من خلال التطبيق لنزلت جوجل وهذا يعني منافسة أبل في عقر دارها من خلال تطبيق جميناي الآن هذا وش راح يخدمك فيه وش راح يقدم لك جميناي جميناي راح يقدم لك مميزات كثيرة كل المميزات اللي أنت متعود عليها اللي كنت تسويها بالمتصفح من خلال الكمبيوتر الآن صارت موجودة على جوالك و بضغطة زر تقدر تسويها مع العلم أنت من خلال جميناي راح يكون عندك طريقتين لإشتخدام الطريقة المجانية اللي فيها كل المميزات اللي تحتاجها الطريقة المدفوعة اللي سيكون فيها مميزات إضافية تكون موجودة عندك بس فيه معلومة مهمة لازم تعرفها أغلب استخدام المستخدمين للذكاء الاصطناعي يكون من خلال الهواتف الذكية لكن أغلب المميزات المهمة موجودة فقط على أجهزة الكمبيوتر وهذا تحدي كبير أنه لازم الشركات تبدأ تشتغل حتى توفر كل المميزات اللي تحتاجها يمكن فيه قيود على أجهزة الهواتف الذكية قدرات المعالجات وغيرها يعني مو كل الأجهزة الجوالات الذكية عندها معالجات تسمح أنك تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي لكن أغلب أجهزة الكمبيوتر فيها معالجات قادرة تتعامل مع احتياجات اللي يحتاجها الذكاء الاصطناعي أنا أتوقع أنه خلال السنتين القادمة كل الشركات ستستثمر أنها تقدم هواتف ذكية بمعالجات جدا قوية للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي يبدو أن الكل كان يحاول ينافس انفيديا خاصة مع نجحاتها الكبيرة اللي صارت خلال السنوات الماضية الآن المنافس الجديد واللي يحاول أن ينافسها هي أمازون طبعا أمازون من عام 2015 كانت تصنع معالجات الآن عندها فكرة أنها تنافس انفيديا في عقر دارها لإنتاج معالجات خاصة بالذكاء الاصطناعي تنافس المعالجات الخاصة لانفيديا طبعا المجال مفتوح وكلناس قادر أن تنافس انفيديا طيب في خبر رح نتكلمنا عنه قبل كم حلقة وأتوقع أنه يؤكد الكلام ما احنا قلناه قبل كم حلقة أنه انتل للأسف عندها مشاكل كبيرة في الفترة الحالية ولذلك قاعد تحاولنا تشوف أحد يشتريها في السابق تكلمنا في الحلقة أنه أبل ممكن تشتري انتل حتى تنافس انفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي لكن يبدو أن أمازون أيضا ستدخل إلى الموضوع هذا وتحاولنا تشتري انتل وتنتشيلها من الفشل اللي هي موجودة فيه حاليا وترجعها إلى المسار الصحيح قلنا نشوف المستقبل وين يودينا لكن أنا متأكد أن انتل لو تم الاستحواذ عليها فالاستحواذ رح يكون من شركة أمريكية وأمريكية فقط لأن أمريكا ما رح تسمح للصين أو دولة ثانية أن تستحوذ على الخبرات الموجودة عند انتل يوتيوب تختبر ميزة جديدة وهي الرمكس من خلال الذكاء الاصطناعي يعني أي مقطع صوت موجود عندك أو فيديو موجود على اليوتيوب تقدر تقول له أنه حول مقطع الصوت هذا من شرقي إلى غربي أو هب هوب أو غيرها من الاستعيلات المختلفة فمثلا تجي تقدر تقول له حول المقطع أو الموسيقى من موسيقى شرقية إلى موسيقى غربية أو هب هوب أو غيرها من الاستعيلات المختلفة الفكرة كحد ذاتها فكرة جيدة نسبيا لكن هل رح تنجح الشيء الثاني هل المبدعين والفنانين رح يقبلون في هذا الموضوع وأنك أنت تنزل محتوى صوتي على يوتيوب وستكتشف بعد فترة أن يوتيوب حولت المقطع الصوتي إلى طريقة ثانية وممكن الناس تعجف فيه وتترك المحتوى الإبداعي الأساسي أو الطريقة الأساسية لأنك نزلت المحتوى الصوتي فيها خلنا نرى في المستقبل وما يسوي لنا لكن الواضح حاليا أنه أغلب الفنانين والمبدعين حول العالم متخوفين بسكل جدا كبير من دخول الذكاء الاصطناعي وتعديله على الصوت أو الصورة أو حتى الرسومات في المستقبل مصر ستستثمر في موضوع الذكاء الاصطناعي نحن عارفين أن مصر عندها قدرات جدا رهيبة وأغلب الابتكارات حول العالم دائما نسمع فيها علماء مصريين أو مبتكرين مصريين وهذا مو شيء جديد عليهم الشيء الرهيب حاليا أن مصر قاعد حاولها تستفيد من ثورة الذكاء الاصطناعي الرئيس الوزراء المصري تكلم أنه رح يكون عندهم ركائز مختلفة يستهدفون فيها لاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات الشابة يمكن أبرز شيء تتميز فيه مصر اللي هي القدرات البشرية اللي موجودة عندهم وكمية المبتكرين اللي موجودين عندهم على أرض الواقع اللي قادرين أنهم يشتفدون من قدرات الذكاء الاصطناعي وينتجون ابتكارات كثيرة تكون مفيدة للعالم العربي وأيضا العالم أجمع من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي أيضا سيكون عندهم مراكز أبحاث ومراكز ابتكار وغيرها من الشغلات المختلفة أنا متفائل بشكل جدا كبير في هذا الموضوع لأن مصر أرض الخير ومتعودي من مصر إنها تقدم إنها إبداعات كثيرة إحنا نستفيد منها إبداعاتهم في الكمبيوتر والبرمجة وغيرها ولأنها متفائل في دخولهم إلى عالم الذكاء الاصطناعي نهاية حلقة تيك بلس يمكنكم مشاهدة الحلقة والحصول على المعلومات الموجودة فيها دائما عبر مقر الإلكتروني وحساباتنا في منصات التواصل الاجتماعية ولا تنسوا مشاهدة حلقات السابقة والاستفادة من المعلومات الموجودة فيها ودائما نقول أن عندنا فريق موجود خاص لبرنامج تيك بلس يساعدنا في الحصول على الأخبار الحصرية وأيضا اطلاعكم ومعرفتكم لأي حدث موجود في العالم التقني وأيضا يعطاكم معلومات لموراء الأخبار كانت هذه حلقتنا لهذا أسبوع نشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة الأسبوع القادم معي أنا عبدالله السبع اشتركوا في القناة